تستيقظ بعينيها فقط أما الجسد فيخذلها لا تستطيع اللعب كباقي الأطفال ولا حتى أن تأكل مثلهم لاذين طفلة كتب لها أن تصاب بضمور العضلات الشوكي مرض جيني نادر أعراضه كإسمه المرض التراجعي يعني يسرق قوتها الجسدية وحركات عضلاتها شوية شوية بمرور الوقت فهي حاليا بصراحة إحنا بصراحة مع الوقت عمرها الآن سنة ونص باقينا أقل من خمسة شهر حتى نقدر نحصر العلاج اللي ما موجود بالعراق العلاج عبارة عن أبرة أبرة وحدة تنأخذ مدى الحياة تساعدها على الشفاء من هذا المرض الأبرة ما موجودة مثل ما ذكرت موجودة يعني بأمريكا بدول أوروبا ومؤخرا جاء دخلتها دول الخليج العربي وذين طومت جانا لأطفالهم أول شيء كانت تحرك رجلها تماما كانت كلش طبيعية رجلها بالأشهر الأولى أسه حركت رجلها كلش بسيطة حركت إيدها أسه إذا يعني تكمش شيء لازم هي تدنج عليه حتى تاكل هاي أبساط الأشياء يعني مهي نايمة ما تقدر تتقلب وحدها لازم آني يعني أقعد أقلبها من ثلاث إلى أربع مرات خلال الليل تبحث الأم عن كلمات لا وجود لها فما بداخلها أكبر من أن يعبر عنه بكلام ما تتخيل هذا المرض جد قاسي ومؤلم لأنه أنت فرحان في طفلك وتترقب من عنده كل حركة جديدة وكل شغلة حلوة وبدل ما يتقدم يقوم يتراجع كيف لا وأنت ترى قطعة منك تذبل أمام عينيك وأنت تفعل ما بوسعك لإنقاذها تهتم تتابع وتناشد عسى أن تصل لمن يقدم لطفلة حياة كباقي الأطفال أنا أناشد أي منظمة أي دولة أي مؤسسة تقدر تساعد بأنقاذ حيات بنتي يعني هاي يخلي يعتبروها طفلتهم ويساعدون بأنقاذ حياته لأن ثمن الألاج مو بسيط يعني مليونين دولار ومية وخمسة وعشرين ألف ثمن ما يقدر عليه فرد أو حتى يعني وإن كان يعني ما يسور الحال أحب أناشد مو بس دول الخليج كلها دول الخليج زائد المنظمات الإنسانية بصورة عامة لأن هم الوحيدين اللي يقدرون يتكفلون بهذا العلاج هذا العلاج سعره خيالي وماكو أي فرد بوحدة يقدر يعني يقدر يطي هذا المبلغ بوحدة مستحيل يعني ينتظرون بكل أمل وثقة من يسعفهم فمن يصاب بمرض كهذا في العراق له رب يحميه هذه العضلات يعني باستمرارية الوقت يعني تتأثر حتى تقوم تأثر على البلع والأكل اللي تاكل تقوم يعني حيصر عندها صعوبة إلى أن تضعف العضلات كلها بالتدريج لا سامح الله يعني ما أقدر أقولها بصراحة ما أقدر صوتها خافت لكنه سيصل بقدرة قادر إلى مسامع كل جهة أو شخص يقدم علاج أو مساعدة إلى هذه الطفلة قناة رشيد عمار غسان بغداد